موسيقى مجاز الأنباء من قناة الجزائر الدولية السلام عليكم في المستهل أعلن عسكريون في القابون الأربعاء عن إلغاء الانتخابات التي أعيد بمجابها انتخاب علي بونغو رئيسا للبلاد لولاية ثالثة وكذا حل المؤسسات وظهر 12 عسكريا على قناة جابون 24 وصفتهم وكالة رويترز بضباط كبار أعلنوا إلغاء نتائج الانتخابات وحل جميع مؤسسات الدولة وأنهم يتحدثون باسم لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات في وقت أفادت وكالة فرانس برس عن سماع إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في ليبروفيل عاصمة الجابون هذا وأعلن عدد من ضباط الجيش الجابوني عن إغلاق الحدود حتى إشعار آخر وتعليق عمل وسائل الإعلام الفرنسية في البلاد ووصفت وسائل إعلام محلية القرار الذي اتخذته الهيئة العليا للاتصالات في الجابون بالمفاجئ والسريع وفي أول رد فعل دوليا رسميا بخصوص التطورات في الجابون أكد مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن وزراء دفاع دول التكتل سينقشون الموقف في الجابون بوريل وفي تصريحة أدل بها قبل اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في طوليدو بإسبانيا الأربعاء وصف ما يحدث في غرب إفريقيا بالمشكلة الكبيرة لأوروبا مضيفا أن الإنقلاب في الجابون سيأتي بالمزيد من الاضطرابات للمنطقة في حال تأكد وقوعه جدد الرئيس التونسي قيس سعيد رفض بلاده القاطع لأي خطوات لتطبيع مع الكيان الصهيوني سعيد وفي كلمة ألقاها خلال تسليم عدد من صفراء الجدود أوراق اعتمادهم الرسمية بقصر قرطاج أكد أن مصطلح التطبيع غير موجود لديه على الإطلاق مذكرا بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف السيد عميد الرحموني سفير الجمهورية التونسية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أقسم بالله العظيم أن أبدر كل ما في وسعي أعلنت أوكرانيا الأربعاء عن تصديها لما وصفته بأكبر هجوم روسي على كييف منذ الربيع الماضي وذكر سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط أكثر من 28 صاروخا روسيا و15 مسيرة متفجرة ليلة ثلاثة إلى الأربعاء في أحد أكبر الهجمات الجوية على البلاد منذ أسابيع أطلقت خلاله القوات الروسية 44 مقدوفة وقالت السلطات الأوكرانية إن شخصين على الأقل قتلاء وأصيب إثنان آخران في هجوم على كييف من جانبها أعلنت روسيا الأربعاء عن تدمير قواتها أربعة ثوارق عسكرية أوكرانية على متنها نحو خمسين جنديا في البحر الأسود وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشارته على تيليجرام أن طائرة تابعة لها دمرت أربعة زوارق عسكرية فائقة السرعة تحمل مجموعات إنزال من القوات الخاصة الأوكرانية في البحر الأسود في حدود منتصف الليل بتوقيت موسكو أعلنت هيئة النقل الجوي في روسيا عن إغلاق مطار بيسكوف غرب البلاد أمام الرحلات المدنية بعد تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية ونقلت وكالة التاس عن مسؤولين بالطيران المدني الروسي أن السلطات أغلقت المجال الجوي حول مطار فنوكوفو في موسكو وتقع بيسكوف على بعد نحو 800 كيلومتر من الحدود مع أم أوكرانيا والمنطقة المحيطة بها تحد الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي لاتفيا وإسطونيا انتهى الموجز لمزيد من التفاصيل زوروا منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة كما يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر الموقع الإلكتروني للقناة إلى اللقاء اشتركوا في القناة